رونالدو كالعادة اللاعب الأعلى صوتا في غرفة تغيير الملابس أقدر الإحماء مع جميع اللاعبين وأولئك الذين لا يدرجون في تشكيلة الأساسية يقومون بتمرين إحماء منفصلة ولاحقا إذا لاحظ فإنه احتفل بجميع الأهداف ورقد بالتجاهز ملائه للاحتفال وهناك وقت خلال الشوط الثاني رأيته لاحقا على التلفاز وهو يصفق بيديه مع جواو ماريو في النهاية كان هو الشخص الذي نادى على رفاقه كنت على أرض الملعب ورأيت ذلك طلب من رفاقه التوجه إلى الجمهير وشكرهم على الدعم والشيء الوحيد الذي دمت ملاحظته هو أنه غادر الملعب وحيدا أطلب منكم بكل أمانة أن تترك رونالدو وشأنه هو لا يستحق ذلك بعد كل ما فعله أعتقد أننا ندرك جيدا مهمتنا وما لا يزال يتعين علينا القيام به لقد كان نصرا رائعا ضد سويسا ولكن علينا أن نتواضح حتى نتمكن من هزيمة المغرب وحتى نكون قادرين على تقديم مباراة جيدة أود إرسال رسالة لجميع البرتغاليين وخاصة للصحافة البرتغال في منافسة كبيرة لم نصل إلى الدور بع النهائي منذ فترة طويلة وأعتقد أننا يجب أن نكون أقرب إلى بعضنا البعض وأن لا نحاول جعل البيئة أسوأ للمنتخب لا أعتقد أنه من الإلزمي تمرير القرة إلى كريستيانو رونالدو نحاول جميعا أن نبذل قصر جهدنا على أرض الملعب لتمرير القرة إلى أفضل لاعب مغود ولكن من الواضح أن لكل شخص رأيه والجميع يمكنهم تفسير المباراة كما يريدون لكن في رأيي لا أعتقد أنه من الضروري تمرير القرة إلى كريستيانو لكن لديه سبب لقول ذلك وأنا أحترمه لذلك